مرحبا أصدقائي بهذه الحلقة الجديدة اللي كتير عم يجيني أسئلة لحد يتهم عنه كتير حطيت مواضيع عن موضوع الانيكاست يعني بشكل عام فحكيت كتير عن مسألة الاندرويد هالمرة أحكي عن مسألة الايفون والايو اس المسألة كتير بسيطة وكتير سهلة كيف نقدر نعمل ميرور كاست من الايفون تبعنا لجهاز الانيكاست متما شايفين بخطوات بسيطة كتير 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 بسيطة جدا جدا لأنه كتير عم يجيني أسئلة ما كان فيه من قبل ما توفر جهاز الايفون عندي هلأة توفر فحبيت عمل هذه الحلقة لحتى نرجع نبسط الأمور بطريقة سهلة كتير 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 خليكم معي لحتى نيت هذه الحلقة تابعوها للآخر ما تقطوا أي شيء لحتى تستفيدوا وتعرفوا كل الأمور يلي صارت لحتى قدرنا ننقل صورة التليفون لجهاز الانيكاست أول شيء بدي شير له أنه بدك تحول نظام الانيكاست لنظام شيء اسمه الاربلاي من خلال الضغط بالزر على جهاز الانيكاست في زر وراء بيحول من الاربلاي للميرير كاست مثل ما شايفين هون في عنا ميرير كاست وفي عنا الاربلاي أنت بس بتغغط على الزر لحتى يحول لفوق على الأزرق لهو المخصص للآيفون يعني بشكل عام تمام هذا هو جهاز الآيفون اللي معناه أول خطوة لازم تعملها أنك تروح على الواي فاي وتتصل باسم الشبكة لإسمه انيكاست والباسورد بتكون ظاهرة بالأعلى طبعا بالجهاز طبعا الانيكاست أكيد على الشاشة عندكم على التلفزيون يعني فهلا حنروح على الاعدادات أوكي حنروح على الواي فاي لاحظوا في شبكة اسمها انيكاست هلا أنا فت عليها من قبل بمرة فدغري رح أضغط على اتصال فدغري رح يتصل هضغط على اتصال طبعا أنت رح تظهر قدامك الباسورد أنت هي الباسورد اللي موجودة عندي أنا من الواحد لاتماني كل جهاز باسورد وشكل هلا أنت اتصلت أوكي شو لازم تعمل لحتى تنقل الصورة دغري لهونيك الموضوع سهل أنا معي آيفون 7 بلاس بطغط على هيدا الإشارة اللي اسمها ميرور كاست ممكن تكون عندك اسمها ايري بلاي مثل ما ظهر بالشاشة فبطغط على الميرور كاست ظهر اسمه بطغط عليها مرة وبتنتظر شوي لحتى يتصل جهاز الايفون بجهاز الميرور كاست أوكي اتصل فيها بتطلع هلأ فهيدا هو الايفون وهيدا هي مت ما شايفين موضوع بسيط سهل كتير ما في أي تعيدات لكن حاليا أنا جهازي متصل 100% صحيح خلينا فرجيكم شغلي طيب حاليا أنا بدي شغل اليوتيوب حروح على اليوتيوب خلينا نروح على اليوتيوب لاحظ انه عم يقلي ما في connection وليش ما في connection لانه أصلا اتصل بالشبكة التليفوني تصل بشبكة الانيكاس ما اتصل بشبكة الانترنت فهيك أنا ما حقدر اتفرج ولا أي شي على الانترنت فشو الحل؟ الحل بسيط خليك معي خليني هلأ اوقف الميرور كاست لو فرجيكم شغلي اوكي ستوب خليني زي حيد على جنب وفرجيكم شي أساسي لاحظ معي هون تليفون صفر متصل هوني الراوتر هوني الواي فاي بس مش مضويل يعني أنا ماني متصل من خلال هيدا الجهاز الانيكاس بالواي فاي تبعت البيت وتبعت المنزل تاعك شو لازم تعمل بدك تروح لهيدا الرابط اللي موجود تحت بالأسفال محل ما اللي حطيت أنا الإشارة تكتبوا بالسفاري 192168233.1 اللي حطيت تتصل بي الواي فاي حفرجيكم كيف اوكي رجعنا للأيفون طبعا نروح على السفاري نكتب الرابط 192168231 هذا الرابط الظاهر عندي أنا أنت بجهازك بيكون في رابط مختلف لازم تنتبه أنه أنت بجهازك بيكون في رابط مختلف طبعا أنت بتكون متصل بشبكة الانيكاس مش بشبكة الواي فاي تبعت البيت بشبكة الانيكاس اوكي تصلت بشبكة الانيكاس مت ما شفنا في عنا خيار الانترنت نضغط عليه طبعا حتظهر هون شبكة المنزل تابعتك هون بتدخل انت شبكة المنزل تابعتك أنا عندي اسمان يونات رح دخل الباسورد وفرجيكم كيف هلا هو كاتب لي بليز ويت لحطي يتصل لكن هو اتصل هفرجيكم صورة كيف لاحظت هون صار اسمان يونات تطود باللون الازرق يعني هو اتصل بشبكة الواي فاي هارجع على التليفون اوكي تصلت هلأ بالميرور كاست هاروح مرة تانية على النا على اليوتيوب هنعمل اتصل هلأ باليوتيوب هنشغل اي فيديو هيدا الفيديو هيدا الفيديو يشتغل الانترنت شوي بطيء عند اليوم هيدا الفيديو يشتغل هيدا الفيديو هيدا الفيديو يشتغل بشكل طبيعي ما في اي مشاكل اوكي وفي كسبة داك تكبر الصورة تعملها في full screen متل ما شايفين صارت full screen وتتفرج بشكل طبيعي من دون اي مشاكل يعني فهيدا بكل بساطة كيف قدرنا نوصل الايفون بجهاز الشاشة عندنا من خلال جهاز الانيكاست او ننقل الصورة وننقل كامل محتوى الايفون على الانيكاست بكل سهولة وبساطة وبخطوة بسيطة كتير 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 بتمنى تكون نيلة اعجابكم هيدا الحلقة جاوبتكم عن اسئلة كتير كنتو عم تسألوا عنها بموضوع الايفون والانيكاست فاذا حبيتوه ما تنسو تشاركوا هيدا الفيديو مع الاصدقاء تدعموا القناة بلايك وايضا تشتركوا بالقناة وتفعلوا خيار الكل اللي حطي يوصلكون كل شي جديد انا محمد دعوشوكم بالحلقات الجديدة الى اللقاء